بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم على البانكرياس والبانكرياس يا جماعة. آآ زي الليفر كده واحد من الا الاعضاء والاوردنس اللي هم مهمين جدا فيه الجائتي. انا قلت لكم البانكرياس والليفر طبعا اللي اسبلين هو اللي مش طبعنا. البانكريات جيوس برضو حوالي واحد ونص لتر. واضح كده ان البانكرياس والليفر والحاجات دي كلها يعني بتطلع والاستومك والساليفري فرنج واحد الواحد ونص لتر كلهم. البي اتش بتاعتها الكلين تمانية. كده اللي لقابلنا لغاية دلوقتي اسيدك هو الاستومك. اللي لقابلنا اسيدك هو الاستومك. ولازم تبقى عارف البي اتش بتاعتهم. البي اتش بتاعت الاستومك قلنا من واحد للتلاتة كده فرنج ده. آآ البي اتش آآ الباقية غالبا فرنج الالكلين اللي هو التامانية. طيب نيجي بقى نتكلم على الانذيماتيك والكلام ده هنوضحه إن شاء الله في المراكحة نيجي بقى ليه البانكرياس البانكرياس يا جماعة بيبقى ليه مهمين قوي والمقارنة دي مهمة واحدة طالعة من الأسيناي واحدة طالعة من طبعا احنا فهمنا يعني أسيناي أصلا ويعني إيه داكت يعني لما نيجي نتكلم على البانكرياس البانكرياس بقى عامل كده والسيكريشان بتاعته بتبقى طالعة كده وتتصب في تمام بيبقى ليه كده كتير وكل داكت دي من دول يا جماعة بيبقى لها حاجة اسمها أصيناي الأصيناي الأصيناي بتصب بتاعته فين في الدكت بحيث إن عود يتصب في الدكت وها كذا الاسيناي. طب تعال نكبر الموضوع شوية. ادي الاسيناي اهيه? ادي الاسيناي. حلو? و ادي الداكتر. كل ده في الاخر يا جماعة بيروح قلنا بيصب في الاثنى عشر او الديودينام. من هنا كده ده الديودينام. طيب تعال نشوف الفكرة ايه? قالك اول حاجة الاسيناي اللي هو الجزء ده يا جماعة بيطلع سيكريشن غنية بالانزيمات. فبيقولوا عليها انزيماتيك انزيماتيك سيكريشن. طلع منين? من الاسيناي. بقى الاسيناي بتطلع سيكريشن غنية بالانزيمات. ايه الانزيمات يعني دكتور? الانزيمات تهضم الاكل بصفة عامة سواء كاربوهايدريت او لبيت او بورتين. فعشان تحفظها جمعناها في كلمة اتيل. ايه الانزيمات دي? اول حاجة اتيل. ال ايه اميليز? اميليز و احنا عارفين الاميليز ده بيهضم الكاربوهايدريت. و احنا سمعنا عنه قبل كده فين فاكرين? سمعنا عنه لما خدناه فيه الساليفري. يبقى فيه في الساليفري و فيه عندنا في البنكرياس ا او الاميليز وكان اسمه حتى في الساليفري تايلين. ده بيهضمين الكاربوهايدريت. طيب وفيه تريبسينوجين. ايه التريبسينوجين ده دكتور? ها تاني واحد يبقى خروجين اهو زي بيبسينوجين حتى على نفس اللقب. التريبسينوجين ده بيهضم البروتين. بيهضم الايه? البروتين. خلي بالك هو مش تريبسينوجين بس. هو فيه حاجة اسمها تريبسينوجين. فيه حاجة اسمها كيمو تريبسينوجين. فيه حاجة اسمها رايبو نيوكلييز. فيه حاجة اسمها اسمها بروكاربوكسي بيبتيديز كل دي انزيمز بتهدم البروتين تاني اسمهم ايه تريبسينوجين كيمو تريبسينوجين رايبونيوكليز رايبونيوكليز دي يعني بتخضم الDNN ايه والكلام ده وبروكاربوكسي بيبتيديز اي حاجة فيها بيبتيديز اكيد بتخضم البيبتيت بوند اللي موجودة في البروتينز طيب في واحد كمان اسمه الاستيز تمام والاخير اللايبيز اللايبيز ده اكيد كده بيخضم برضو الايه الليبت بيخضم الليبت الاستيز ده بيخضم الاستيكتيش مش قصتنا دلوقتي اللايبيز بيخضم الليبت وبردو مش واحد يا جماعة سواء اللايبيز او التريبسينوجين دول مش واحدة يعني ايه اللايبيز في حاجة اسمها لايبيز اسما كده وفي حاجة اسمها كوليستيرول استريز واحنا عارفين الكوليستيرول ده اصلا لبت ففي حاجة بتاكم الكوليستير�� اسمها كوليستيرل استرز حاجة اسمها فوسفولايبيز سهلة دي فوسفولايبيز زي اللايبيز كل دي انزيمات بتهدم الكاربايدريت البروتين اللي بد الكلام ده كله يبقى أول حاجة طالعة من الأسيناي كل الانزيمات دي وفايدتهم الانزيمات دي يا جماع قلنا فايدتهم إنهم يديجست البروتين الكاربايدريت اللي بد حلو كده طب تعالى بقى ناخد الدكت الداقت يا كمان بتطلع بس اسكريشن بتاعة غريبة او يا جماعة مش مليانة انزيمات كتيرة بالعكس ده بقى مليانة كاربوهايدريت كتيرة فبيقولوا عليها الكالين الكالين مليانة ايه بايكاربونيت معلش بايكاربونيت بيقولوا عليها ايه Pattern عشان مليانة بايكاربونيت ومية فبيقولوا عليها اكوس الكلين جوس يقول على ايه ايكوس عشان فيها مية الكلين عشان مليانة بايكارب جوس ايكوس الكلين جوس لاني مليانة بايكارب ومية خلاص ده اللي هو السيكريشن طب وايه فايدت يا جماعة ان البنكرياس يطلع سيكريشن بايكارب عشان يا جماعة نيوترالايز الاسيدتي لان الاسطومك يا جماعة لو انتوا واخدين بالكو ها الاسطومك بتصوب السيكريشن بتاعتها في الديودينام هنا والسيكريشن بتاع الاسطومك بيبقى اسمها كايم يعني بعد ما الاكل يتخدم في الاسطومك ويبدأ يعني يتخدم ويتكسر والكلام ده بيطلع من الاسطومك باسم الكايم وبيبقى اسيدك بيبقى ايه اسيدك حلو كده تقوم بقى جاي لها الالكالين تعادله عشان ما يبقاش تأثيره على الانتستن انها اسيدتي عالية لان لو جيه الاسيدتي عالية جدا على الانتستن هتضر الانتستن فلازم الالكالينت دي تعادله شوية يبقى فايدتها انها بتنيترالايز الاسيدتي اوف زا كايم او الاسيدتي اوف ستومك سيكريشن طب يا دكتور السؤال اللي بعدين دكتور هي الانزيمات دي يا دكتور اللي هي طالعة من الاسيناي بتمشي وتروح هنا بيحصل لها اكتيفاشن انديودينم يعني ما بتشتغلش غير في الديودينم ليه لان بتطلع في صورة ان اكتف ويجي افراز من الديودينم اسمه انتيرو كاينيز اسمه ايه انتيرو كاينيز بيعمل ايه ده دكتور هو اللي بيعمل لها اكتيفاشن وبيبدأ ياكتفها ازاي بياكتف الاول التريبسينوجن وبس وشكرا على كده ليه الانتيرو كاينيز ده طالع من الديودينم الول بيروح ياكتف انزيمات خاصة التريبسينوجن يحوله التريبسين يشيل الجن منه يحوله التريبسين وانس ان بقى اسمه تريبسين بقى اكتف ويقوم التريبسين بقى اكتف زميله كلهم يبقى يا جماعة بيبدأ اول حاجة ياكتف التريبسين التريبسينوجن يبقى تريبسين وهو ياكتف بقية الانزيمز عشان كده يا جماعة كل الانزيماتك سيكريشن بتتاكتف جوه الانتست في مرض مشهور قوي اتاخدوه بعد كده اسمه البانكيراتايتس التهاب البنكرياس هل تعرف التهاب البنكرياس ده مشكلته يا جماعة ان الانزيمات دي قبل ما توصل للانتستن قبل ما توصل مش هتوصل هنا تتاكتف جوه البنكرياس وتبدأ تاكل البنكرياس نفسه وتعمل مشكلة في البنكرياس نفسه هتقول لي يا دكتور الانزيمات دي تاكل البنكرياس ايوها دكتور مش بتاكل بروتينز والخلاة دي مليانة بروتينز والكلام ده فممكن تاكل البنكرياس نفسه عشان كده ربنا بيخلقها في صورة اناكتف وما تتاكتفش غير جوة الديودنم لما تخش جوة الديودنم تتاكتف جوة الديودنم عشان ما تاكلش البانكرياتيك أول طيب كده احنا فهمنا يا دكتور السيكريشن يبقى انا عندي نوعين من السيكريشن سريعا كده يا جماعة السيكريشن طالعة من الأسيناي واحدة من الدكت اللي طالعة من الأسيناي اللي هي الانزيمز جمعناها في كلمة أتيل باختصار كده ودي وظيفتها الديجيشن أما البيكارب والمية اللي هو الاكوس الكلين سيكريشن ودي طالعة من الدكت ودي وظيفتها نات نيوترولايز الاسيدي يقولنا بتطلع في صورة اناكتف ومش عزمليش بيعصالها اكتفشن غير بالانتيروكينيز بتتاكتف الاول التريبسين وجل التريبسين وهو تريبسين نفسه بيأكتف كل الانزيمات التانية بيعملهم حاجة اسمها اوتو اكتفشن تخش على حاجة اسمها ريجيوليشن اوف بانكرياتيك سيكريشن ايه هو الريجوليشن اوف بانكرياتيك سيكريشن ده بقى تعالى نشوف بقى ادي الاستومك وادي الديودينام حلو والادي قولنا البانكرياس بيصوب بالسيكريشن هنا طيب في حاجة اسمها دكتور ريجيوليشن اوف بانكرياتيك سيكريشن ايه ريجيوليشن اوف بانكرياتيك سيكريشن قالك اول حاجة البانكرياس بتطلع اسمكريشن بتاعتها هنا امت اطلحها قالك ممكن بشكل كيفالك اول حاجة ايه كيفالك يعني ايه كلمة كيفالك خدناها قبل كده ما كنا بنتكلم عن ريجوليشن اوف استومكسيكريشن كيفالك يا جماع يعني قبل ما الاكل يوصل او وصل قبل البانكرياس يعني ايه فهمني كده دكتور يعني مثلا الاكل لسه اصلا هنا في البق بتاع العيان في بق العيان لسه بق نقول عليها كيفالك او الاكل اصلا لسه في الطبق فحضرتك شايفه في الطبق نقول عليها كيفالك حالو يبقى كلمة كيفالك يعني ايه الاكل لسه ما وصلش ده حتى ما وصلش المعدة لسه لو وصل المعدة ولا وصل البانكرياس طالما الاكل لسه في الطبق او الاكل في البق العيان ده نقول عليها كيفالك ودي بتزود البانكرياس بمقدار 20% بس يعني دول اول ما الاكل يبقى قدامك او تخش الفم بتاعك ده بيحفز بنسبة 20% طب ازاي يا دكتور يعني الاشارة بتوصل لها هنا عن طريق الفيجاس الفيجاس يا جماعة بيبعت اشارات بالفيجاس للمخ ويمخ هو بيقوم باعت الاشارات يعني ايه فاهمني كده يا دكتور او ازاي بيحفز بيبعت للمخ الاول اوات للمخ للسنتر بتاع المخ بتاع الجائتي وتقوم السنتر باعتة للبانكرياس حاجة اسمها فيجو فيجا ريفليكس فيجو فيجا لان ده فيجاس رايح للمخ وفيجاس راجع من المخ بيزود الافراص بنسبة 20% فيجو فيجا ريفليكس طيب ليه يا دكتور في الكتاب كاتب الكفالك ده ممكن تبقى ان كونديشنال ممكن تبقى كونديشنال يا حبيبي مع ان كونديشنال ان كونديشنال يعني هو لسه في الطبق هو في الطبق لسه طيب كونديشنال يعني بعد اما ايه كالته في البق بتاع العيان في الفم بتاع العيان بتاع الشخص طيب تاني حاجة يا دكتور افرد الاكل بقى ووصل المعدة قالك بنسميها جاستريكفيز دي بتزود السيكريشاب بمقدار 10% ازاي يعني يا دكتور اوه نفس الكلام لو الاكل بقى وصل هنا هو الاسطمك ها هنسميها جاستريكفيز ازاي فيجاس للسنتر يقوم السنتر باعت للبانكرياس خلاص ده عن طريق برضو السنتر دي بتزود حوالي كام السيكريشاب بمقدار 10% اما ايه يا دكتور بقى اكبر عامل بيزود البانكرياس بقى ووصول الاكل جوه الانتستن ازاي لما الاكل يوصل الانتستن هنا بيطلع ها المرة دي بقى حاجات مهمة جدا اول ما الاكل بيوصل الانتستن بيطلع هورمونز هورمونز الهورمونز دول بيزودوا البانكرياس بنسبة 70% يبقى ثالت حاجة انتستاين الفيز بتزود البانكرياس بنسبة 70% عن طريق هورمونز اسمهم ايه الهورمونز دول اتنين هورمون مهمين كوليسيستوكاينين وسيكريتين اسمهم ايه كوليسيستوكاينين وسيكريتين سؤال يا دكتور فاكن لما كنا بناخد الاستومك كنا قلنا اشهر فيز بتزود الاستومك ايه كنا قلنا جستريك فيز دلستومك جاسترك لكن لما نجي نتكلم على البانكرياس مين الفيز المور امبورتانت في البانكرياس الانتستان سهلة كده يبقى مهم اوه جماعة في الستومك كان المين فيزي يمين جاسترك هنا المين فيزي يمين انتستان خلاص ولازم تبقى عارف مين اللي شغال يعني بالاعصاب ومين اللي شغال بالهرمونز اول اتنين ده همت اللي هم الكيفالك والجاسترك كانوا اشتغلوا بالاعصاب بالفيجاس حتى اسمهم فيجاس وفيجاس اشتغلوا بالاعصاب يعني نيرفوس كنترول لكن التالتة اللي هو الانتستان اشتغل بهرمونز اللي هم الكوليسيستوكاينين والايه والسكرتين دكتور هو ايه حوار الكوليسيستوكاينين والسكرتين دول هفهمك احسن احنا عندنا فيه نوعين من الخلايا موجودة في الانتستان نوعين من الخلايا فيه خلية اسمها اس سيلز اسمها ايه اس سيلز وسموها كده عشان بتطلع السكرتين بتطلع مين السكرتين طب موجودة فين الخلية دي موجودة في الديودنم او في الجيجنم اسمها اس سيلز بتطلع السكرتين حلو كده طيب يا دكتور بيروح يعمل ايه السكرتين ده قالك ده اللي بيحفز الدكت سكرتين دكتور مش الدكت دي اللي كانت بتطلع الكلين ايكوة سكرتين ايه الدكت دي كانت بتطلع ايه alkaline equal secretion طيب يبقى تاني S-cells بتطلع سكرتين يقوم السكرتين محفز الدكتر عشان تطلع alkaline secretion سؤال يا دكتور هو S-cells دي اصلا امتى تشتغل قالك لما ييجي افرازات المعدة اللي مليانة كايم أسيدك يعني اكتر حاجة بتحفزها الأسيدتي بتاع القايم ده لما الأكل يبقى مليان أسيدتي تبدأ السكرتين تطلع فتحفز alkaline secretion عشان alkaline ده هيجي عادل الايه الأسيدتي دي يبقى دي فايدة أول خلية اللي يسمعها السكرتيني قالوا انا بكررن لك كده ايه اللي انت تعرف يا دكتور على السكرتين أول حاجة بيطلع منين بيطلع من الديودنم والججنم الخلية اللي بتطلع اسمها S-cells بيطلع لما ييجي الأسيدك كاي طيب بيطلع يا دكتور ويحفز هو الدكت عشان تطلع alkaline secretion عشان تعادل الأسيدك كاين ده طب حلو يا دكتور ايه تاني هورمون طالع من الانتستن قالك فيه هورمون بيطلع برضو من الانتستن بس من الخلية المراضي اسمها I-cells اسمها ايه I-cells موجودة فينا دكتور برضو في الديودنم والججنم اسمها ايه I-cells الـ I-cells بتطلع كوليسيستو كاينين بيعمل ايه ده بقى بيحفز البانكرياتيك أسايناي عشان تطلع enzymatic secretion جميل قوي يعني بتطلع تخليها تطلع الانزيم اذا امتى الكوليسيستو كاينين يطلع قالك لما الاكل يبقى مليان بروتين وكاربوهايدريت هيحفز الكوليسيستو كاينين فيحفز البانكرياتيك فاتطلع الانزيم اللي تهضم الاكل اللي مليان بروتين وكاربوهايدريت يبقى تاني يا دكتور يبقى ايه تاني واحد اسمه كوليسيستو كاينين طالع منين برضو من الديودنم والججنم من ايه خلية اسمها I-cells طيب وظيفته ايه ده يا دكتور بيحفز الاسايناي عشان تعمل ايه تطلع انزيم طيب يبقى هو اصلا بيشتلع امتى الكوليسيستو كاينين لما ييجي وجبة ضايت مليانة يعني مثلا بروتين مليانة فات وكذا عشان الانزيم زيها تبدأ تعمل ايه تبدأ تكسر في المواد دي ده وظيفة يا جماعة الكوليسيستو كاينين والسكرتين يبقى السكرتين بيعمل ايه بيحفز الداكت اما الكوليسيستو كاينين بيحفز الاسايناي او حتى من اسمها اللي فيه سي كتير هوت هو بتاع الاسايناي هو بتاع مين الاسايناي الكوليسيستو كاينين خلاص اما السكرتين بيحفز مين الداكتور طيب يا دكتور سؤال هما الكوليسيستو كاينين والسكرتين دول ترعيب منين طلعين بالانتست فطبيعي يزودوا غير بقى قصة البانكرياس ده تأثيرهم على البانكرياس طب ايه غير البانكرياس غير البانكرياس يا جماعة له مرور على الانتستن نفسها بيعملوا ايه على الانتستن قالك بيزودوا الانتستين سيكريشان وموتيلتي هنا ونفس الكلام بيزودوا الانتستين سيكريشان وموتيلتي لان هم اصلا طالعين منين من الانتستي بقى بيحفزوا الانتستن يا جماعة طب ايه كمان يا دكتور اكيد لهم تأثير على المعدة الانتستن عكس المعدة يا جماعة ازاي يعني يا دكتور. قال لك بيقللوا الستومك سيكريشان ومثلتي. بيقللوا الاستومك سيكريشان ومثلتي. يبقى يا جماعة شغله مع الانتستن بيحفزوا كل شغل الانتستن. وبيقللوا كل شغل المعدة. طب إيه كمان غير بقى البانكرياس والانتستن والاستومك جنبنا? الليفر هاللوم تأثير على الليفر? اه. إيه تأثيره مع الليفر بقى يا بص كده قال لك الكوليسيستو كوينين بيحفز البايل بيحفز البايل سيكريشن فروم الليفر بيحفز ايه معلش بيحفز البايل سيكريشن لا غلط لو جالك كده تقوله غلط على طول يا دكتور ليه بقى يا دكتور فيه فرق يا دكتور اللي بيحفز البايل سيكريشن البايل سيكريشن فروم الليفر حتى اسمه سيكريتين اسمه سيكريتين لانه بيحفز البايل ايه سيكريشن وما الكوليسيستو كاينين هه كوليسيستو كاينين من اسمه كوليسيستو ايه كوليسيستو ده كوليسيستو يعني مرارة كوليسيستو يعني مرارة كاينين يعني بيحرك المرارة يعني بيخلي المرارة تنقبط كوليسيستوكاينين يبقى ده بيعمل ايه بقى يا دكتور قالك ده بيخلي المرارة الجول بلادر يحصل لها كونتراكشن ده اللي كنا بنقول عليه ايه كولي جوج كولي جوج يعني بيزود انكوباد المرار أمال البايل سيكريشن كوليريتك كنا بنقول أما أقولك ده بيزود البايل سيكريشن بدل ما أقولك بيزود البايل سيكريشن فروم زاليبر أقول عليه كوليريتك بدل ما قولك بيزود الجول بلادر كونتراكشن أول عليه كل جوج هل دي تلغبطك يا دكتور لا ما تلغبطكش يبقى من الآخر كده الكوليسيستوكاينين سهل سهل جدا والسكرتين سهل قولنا أول حاجة الكيفالك والجاستريك ده 21% 10% بالنيرفوس كنترول لكن الانتستانة لدي الهم جدا هي 70% بالرومون الكنترول مين الرومون الكنترول الكوليسيستوكاينين وسكرتين طب تعالى نفهم مين الكوليسيستوكاينين وسكرتين اللي اتنين طالعين من ديدر موجيشنا بس واحد من S عشان ده سكرتين واحد من I عشان ده كوليسيستوكاينين طب سهل جدا قلنا اللي فيه سي كتير ده اللي بيحفز الأسايناي أسايناي سكرتين أما السكرتين ده بيحفز السكرتين بس بتاع الايه الدكت طب يبقى واحد اللي فيه سي كتير ده بتاع الأسايناي طب سؤال واسمه ليه كوليسستو قينين لانه بيحرك المرارة يبقى بييفاكويت المرارة بيعمل حاجة اسمها كل جوك لكن التاني ده اسمه سكرتين عشان بيزود البايل سيكريشن كل ريتك طيب الاتنين يا جماعة تأثيرهم ايه على الاستومك بيقللوا الاستومك سيكريشن ومتلتي الاتنين تأثيرهم على التستين بيزودوا الانتستين سيكريشن ومتلتي الاتنين بيبوتنشيت افكتو في ايتش اثر يعني الاتنين بينشطوا بعض بيخلي بعض يشتغلوا ايه كويس ده الفرق ما بين الكوليسستو قينين والسكرتين اللي طالعين من الانتستين واللي لهم تأثير على البنكرياتيك سيكريشن بتاع الاسيناي والدكت ولهم تأثير على الليفر سيكريشن والجول بلادر كونتراكشن لان احنا قلنا يا جماعة البايل بيتم افرازها من الليفر ثم تخزن في الجول بلادر وبعد ما تخزن في الجول بلادر تطلع في اوقات معينة يبقى في حاجة بتزود الافراز من الليفر في حاجة بيزود طلوحة من المرارة بعد التخزين اللي هو الكوليسستو قينين بيزود طلوحة من المرارة بعد التخزين اما السكرتين ده بيحفز الافراز بتاع البايل من الليفر هو ده الفرق ما بين التوبان كرياتيك سيكريشن